اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كوروشي هنعمل مع بعض النهاردة ورده بطريقة سهلة وبسيطة للمبتدئين هنعمل عقدة البداية هتكده هنشتغل عشرة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هشتغل في اول غرزة سلسلة عملتها عمل فيها غرزة منزلقة تكون معي حلقة بشكل ده كده هشتغل جوه الحلقة هارتفع تلاتة سلسلة بعد كده هشتغل جوه الحلقة واحد وثلاثين غرزة عمود بلفة واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية تسعة عشرة حدوشر اتناشر تلاتة تلاتة اربعة تسعة امستوشر ستة سبعة تسعة تمانتوشر تسعة ستعة اشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تلسة وعشرين تلاتين واحد وثلاثين يبقى كل اللي عملته ارتفعت عشر سلسلة وبعد كده اشتغلت منزلكة في اول غرزة سلسلة بعد كده ارتفعت تلاتة سلسلة ارتفاع واشتغلت في قلب الدايرة السحرية واحد وثلاثين غرزة عمود بلفها بعد كده اقفل بمنزلكة في تلات غرزة سلسلة تكون معي دايرة بالشكل ده كده تلوقتي ارتفع تلاتة سلسلة وهروح للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة عمود بلفها بعد كده اشتغل خمسة سلسلة واسيب غرزة هروح للبعدية واشتغل فيها غرزة عمود بلفها واللي بعديها اشتغل فيها غرزة عمود بلفها واللي بعديها برضه اشتغل فيها غرزة عمود بلفها بعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهسيب غرزة وهروح للبعديها وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة والبعديها غرزة عمود بلفة والبعديها هشتغل فيها غرزة عمود بلفة وباشتغل خمسة سلسلة وبسيب غرزة وبروح للبعديها وهشتغل فيها عمود بلفة والبعديها هشتغل فيها غرزة عمود بلفة والبعديها هشتغل فيها غرزة عمود بلفة وبعد كده برتفع خمسة سلسلة وبسيب غرزة واروح للبعديها واشتغل فيها غرزة عمود بلفة والبعديها باشتغل فيها غرزة عمود بلفة والغرزة اللي بعدها على طول باشتغل فيها غرزة عمود بلفة بعد كده باشتغل خمسة سلسلة وبسيب غرزة وبشتغل في اللي بعدها غرزة عمود بلفة واللي بعدها بردو بدخل فيها واشتغل غرزة عمود بلفة واللي بعدها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة بنفس الشكل كده طبعا الفتلة دي بقفل بها الدايرة شوية وبفضل مشى بنفس الطريقة ان انا بشتغل خمسة سلسلة وبسيب غرزة وبروح للغرزة اللي بعدها على طول وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة واللي بعدها غرزة عمود بلفة واللي بعدها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة وباشتغل خمسة سلسلة وبسيب غرزة وبروح لللي بعديها باشتغل غرزة عمود بلفة واللي بعديها غرزة عمود بلفة واللي بعديها غرزة عمود بلفة يبقى كل المكان اشتغلت فيه تلاتة غرزة عمود بلفة معادة اول سطر اشتغلت فيه اتنين غرزة عمود بلفة الوقتي هنشتغل خمسة سلسلة وبقي معي غرزتين هنا هسيب غرزة زي ما احنا متعودين واروح للغرزة اللي بعديها وباشتغل غرزة عمود بلفة كده هتكون معي التلاتة عمدة في بداية الدور وهدي سلسلة اتنين تلاتة وهدخل في السلسلة التالتة وهعمل غرزة منزلقة يبقى كده هتكون معي في كل بدلة تلاتة عمود بلفة بينهم خمسة سلسلة يبقى تكون معي كم فراغ واحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة ستة سبعة تمانية الآن هنشتغل الراوند البعدي كده هنرتفع سلسلة في نفس المكان هندخل ونعمل غرزة حشو بعد كده هشتغل سلسلتين هنا هشتغل في فراغ الخمسة سلسلة هعمل غرزة نص عمود وبعد كده هشتغل سبع غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ كده واحد كده اتنين كده تلاتة كده اربعة كده خمسة كده ستة كده سبع بعد كده هشتغل غرزة نص عمود يبقى اشتغلت هنا اتنين سلسلة وبعد كده اشتغلت في الفراغ نص عمود سبع غرزة عمود بلفة غرزة نص عمود بعد كده هشتغل سلسلتين واحد اتنين هنا انا عندي تلات غرز واحد اتنين تلاتة هسيب اول غرزة وهدخل في الغرزة التانية وهشتغل فيها غرزة حشر بعد كده هشتغل اتنين سلسلة واقرر اللي انا بعمله ان انا بشتغل في الفراغ غرزة نص عمود بعد كده سبع غرزة عمود بلفة واحد اتنين ثلاثة ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة بعد كده بشتغل غرزة نص عمود بعد كده بشتغل اتنين سلسلة بروح هنا عندي تلاتة اعميدة عندي تلات غرز بدخل في الغرزة اللي في النص وبشتغل فيها غرزة حشر بعد كده بشتغل اتنين سلسلة وبروح اشتغل في الفراغ الخمسة سلسلة بشتغل في غرزة نص عمود سبع غرزة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع بعد كده بشتغل غرزة نص عمود بعد كده بشتغل اتنين سلسلة وبسيب غرزة وبشتغل في الغرزة اللي في النص في الثلاثة اعميدة وبعمل غرزة حشر بعد كده بشتغل اتنين سلسلة بروح للبتل اللي بعديها وبشتغل فيها غرزة نص عمود بعد كده سبع غرزة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع وبعد كده بشتغل غرزة نص عمود بعد كده بشتغل اتنين سلسلة بروح اندت التلاتة اعميدة بشتغل في العمود اللي في النص غرزة حشر بعد كده بشتغل اتنين سلسلة اشتغل في نص عمود سبع غرزة عمود بلفة غرزة نص عمود بعد كده اشتغل اتنين سلسلة بروح اعمل غرزة حشو في العمود اللي في النص هكمل لاخر الدور بنفس الطريقة وارجع لكم دين اشتغلت بنفس الطريقة حد ما وصلت لنهاية الدور اشتغلت في اخر فراغ غرزة نص عمود سبع غرزة عمود بلفة غرزة نص عمود بعد كده هشتغل سلسلتين وهنا هروح اندفع اول غرزة حشو عملتها وادخل فيها واشتغل غرزة منزلقة وبارتفع وبقص القيد الزيادة تكونت معيها وحدة الشكل ده كده شكلها جميلة وبسيطة سهلة للمبتدئين اعجبكم الفيديو او استفادتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة موسيقى موسيقى